في حقيقة هاد العدد ديال الاهداف ما كناش متوقعينها وكيف مكال الحال احنا استعدين هاد المباراة بجميع بجميع الطرق ربما حتى من ناحية الخاص مش ناشي شوية ودك شي وخاص مرال لا بأس به رمشي ماشي خيب وخخص بخمسة صافر بعنا فكان ممكن ان الدرب الجزاء اللي كانت جاتوه في الدقيقة ولا في السوقن ديالولا كل مربما ترجمها باصابة كانت كل مجريات اخرى فكانت من اللاعبين قدروا انهم يسجلوا الاهداف للفرص اللي جاتهم اللي جوهم بواحد الى مثلا كانوا واحد العشرة الفرص فمار اسجلوا فيها واحد الخمسة اذن هدا معدل جميل جدا وكذلك كنظن بانات الاداء كان في المستوى وكان حتى اهم حاجة ربما اللي كانت وكانت محورية وهي النهج التاكتيكي للي اه للحد من القوة ديال الفارق ديال ديال الامارات وهذا اشتغلنا عليه جميع ولا عبدالربي ولا السيجام الفتحيكا مشرف عام ديال المنتخبات الوطنية لسيمن اه فاحنا اشتغلنا عليه مع اللاعبين ومن خلال الدراسة ديال 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 مباريات اللي جراؤها الالاماراتيين فكان ظن بانه اه الحمد لله دابت سعد نقط كان اه مية في المية غير مشؤول للكارد فينال ربع النهائي واحنا الهدف ديالنا هو انه مشوف اقر في 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 ابعد نقطة ممكن نوصل لها هدا مجموعة اللي هي جديدة كنعود نقولها ونعود نكدها اه بماناج جمنش جديد ديال الاخ فتحي جمال اه الماناج جر جنرال اه بمعية اه للمدرب اه اه سايمن ومعية اه عبدالربية كذلك التقم تقني للي لا انسو اوش السباقى عبدالالله المشرف ديال على العلال اللي على الحرس المرمع والسي السليم اه مذكرة مجهودات اللي كهيدرها من تحييه دها اليق pleasingيه ونشو مكتعارفو بانه هو نشو مكتعارفو بانه هؤوا انتو عيشين màانا كتعارفو بانك كانوا اللي جو ديال الانضباط وديال اشتغال وديال معقول ووووووووهد شي منتمنوعob انه هو يساعدنا باش مشيو الابعد نقطة ممكنة في هاد في هاد في هاد في هاد كأس العرب هادا فالمباراة الاولى ضد الفريق ديال تاجاكيستان فكانت الشوت الاول في الزناب واحد الصفر وكان الاداء اه مزيان كان محمود ولكن في المباراة في الشوت التاني رغم اننا سجلنا خمسة ديال الاصابات فالعلى مستوى دالتنظيم فماكنناش مزيانين هادا كتقييم اولي كذلك ضد المنتخب ديال جيبوتي فنفس الطرح اللي كان وقعنا اننا في المباراة في الشوت الاول كل اداء اه مزيان على مستوى ديال التنظيم وعلى مستوى ديال 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 الايقاع لكن في الشوت التاني المستوى اه ما اعجبناش كتقييم ديالنا ربما ما يكونش اه مهم كتقييم ديالنا احنا اللي شفنا المباراة وذكش بخصوص هاد المباراة هذه التالتة فكان منظر بين اللاعبين كانوا اه اكتر انضباطا في الشوت الاول وكذلك في الشوت التاني وهذا اه تميز الحمد لله اللي زاد بمعناه اننا اه المجموعة اه قدرت اه قدرت اه تحتفظ على اه اه لا مم انفي اه لا مم كونسنترات حتى في ادوزاميته اه حقيقة احتل دابو مكان عرفو علي حتى شي حاجان المنتخب الجزائري فا كيف مكان الحال اه هما في المجموع عام على المنتخب المصري المنتخب المصري هو اللي اخداص المرتبة الاولى والمنتخب الجزائري اخداء المرتبة التانية هذا من ناحية الحسابات اللي هي حسابي حسابات صغيرة اننا قدي نلعبو مع اه فارق اللي دار المرتبة التانية وهنا بي ايفيتي اللي كيب ديال ديال المسر اللي كتنضم في البلاد ها وتهيار بحت كنضم عند سعد نقاط فكنضم بانه هاد 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 شي اللي غادي الليه فكنضم بانه مزيان ولكن انت كتعرف بانه كل مبارا مبارا عند الحقائق ديالها وعند الاسرار ديالها فكنضم بانه غير الى فتنا هاد الدور هادا مع فارق اللي هو جديد اللي عاد تكون فديجارة حاجة كبيرة ولكن رالهدف اننا نشوف ابعد نقطة ممكنة ديال في كأس العرب